مقدمتنا النهاردة والمقدمة والإنترو اللي بحب أتكلم مع حضراتكم فيه في قضية الساعة النهاردة شفنا مراسم توقيع شراكة النادي الأهلي مع شركة فاليو لتسويق أضوية النادي الأهلي طيب الحقيقة طبعا شفنا النهاردة دي لقطات من الحدث الكبير هنا يبان بعض الأمور المهمة اللي عايزين نستعرضها مع حضراتكم أولا النادي الأهلي دايما صاحب رؤية رؤية سابقة يمكن النادي الأهلي مش بس بيدور أو مش بس بيفكر كمؤسسة رؤية إزاي ينجح ولكن النادي الأهلي بيفكر كمان كمؤسسة اجتماعية كبرى ليه هدف جوة المجتمع إزاي تنجح ومن أهم هذه الرؤى أو الخطط اللي محطوطة إزاي يعظم قيمة عضوية النادي الأهلي كارني النادي الأهلي اللي بيحمله العضو إزاي يعظمه ما يبقاش مجرد كارت في جيب العضو بس يبرزه عند دخول النادي ولكن هو مجموعة من الخدمات مجموعة من الامتيازات اللي بيتمتع بيها العضو طب دي هتقود بالنفع لها النادي الأهلي هتقود بزيادة الاشتراكات عداد الجامل العمامية بتزيد بدل ما يبقى عندك أربعة فروه يبقى عندك خمسة أو ستة إذا النادي الأهلي يستطيع أو يقدر كده يوصل رسالته المجتمعية لكل مكان طبعا عضاء مجلس الدارة إذا ما حدتكم شايفين بيخش طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيس مجلس الدارة النادي الأهلي لحظت دخوله إلى الفعاليات طيب عايز أقول برضو حاجة يعني إحنا شفنا النادي الأهلي في بطولة العالم إزاي بيسوق العضويته شفنا على هامش أحداث بطولة العالم الأندية إزاي النادي الأهلي بيسوق للعضوية خاصة أننا عندنا دوقتي أربع فروع وإن شاء الله البقية تأتي لنا وليكم العمر إن شاء الله هنشوف الخامس والسادس بإذن الله أكيد نادي الأهلي بيخطأ أستاذ النادي الأهلي عندنا أمور كتيرة داخل عليها النادي الأهلي فإذن لما بتعظم عضوية النادي الأهلي وبيبقى وراها أكيد امتيازات كثيرة للعضو أكيد ده بيبقى منفعة اقتصادية كبيرة بيساعد النادي الأهلي كمان عشان يقدم بالزبط عشان يقدر يقدم خدمات الأعضاء زي ما مصر كلها داخل عهد جديد وهي الجمهورية الجديدة النادي الأهلي داخل الجمهورية الجديدة بفكر جديد وتوسع جديد واستراتيجية جديدة تحس يا أخي أن النادي الأهلي مش بس منظومة رياضية نجحة وتخطيط رياضي نجح تحس أنه هو ماشي في كل الاتجاهات بيقوم بدوره دايما النادي الأهلي على مدار أكتر من 100 سنة في كل الاتجاهات رياضي اجتماعي ثقافي أخلاقي كل شيء هتلاقي النادي الأهلي ماشي في كل الاتجاهات عشان في الآخر يكون فيه النفع على بلدنا مصر وعلى أعضاء جمالة أمومية اللي طبعا أكيد كابتل محمود الخطيب كرئيس النادي أكيد يعني بياخدوا وقت طويل من تفكيره ومن جهده إزاي يقدم لهم كل الدعم وأنه يحس عضو الجمالة أمومية أنه فعلا كابتل نادي الأهلي مش بس هو برا عن ورق أو كارت هو في جيبه ولكن هو مجموعة من الامتيازات اللي ساعد فيها يعني أعضاءه بالتمتع بيها النادي الأهلي بيعتمد في مفاوضاته هنا على اسمه اسمه كبير انتشاره النادي الأهلي أصبح على مستوى العالم كله ومش على قارة أفريقيا ولا مصر ولا العرب يعني على مستوى العالم كله أصبح النادي الأهلي من أكتر الأندية جماهرية وشعبية ومعرفة يعني لوجو النادي الأهلي دلوقتي في كل حتة في العالم أتصور أنه ده ينقلنا بعد كده العالمية مش بس امتيازات للكارت ده هيبقى جاخل مصر أتصور يعني أمنية احنا نتصورها أن الكارت ده هينقل صاحبه إلى امتيازات أيضا علامية لأن النادي الأهلي بيختار كويس جدا وليه موصفات معينة بيختار على أساسها الاحتحاق للجامعة العمومية وده أكيد في حد ذاته بيدي قوة وبيدي دور كبير وفعال لجامعة العمومية احنا كنا حابين بس نتناقش مع حضراتكم في هذا الحدث النهار ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي ومزيد من المشروعات والشراكات اللي أكيد بتفيد العضاء الجامعة العمومية ونتمنى التوفيق لفريق كرد القدم إن شاء الله بعد بكرة ويرجع لنا منصور كما عودنا النادي الأهلي إن شاء الله ويبقى أول مباراة والتي تفتاحية جيدة توفر علينا إن شاء الله الجهد والعناق ونحسم التأهل للدور اللي بعد كده ومن دور المجموعات نتأهل بأريحية بإذن الله والبداية هكون بعد بكرة كل التوفيق للجهاز الفني واللعبين ترجمة نانسي قنقر